المشكلة أن الشبه لا تسمعها هذا واحد لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم الذين اتبعوا لما تشابه منه فأولاك الذين سمى الله فحذرهم واحد الثاني لابد يا أخواننا إذا وردت شبهة كيف تزال ها جوجل تمام جوجل صح اليوم كيف تزيل الشبهة جوجل و جوجل ايش زنديق نعم جزاك الله خير ما هو شيخ يقول زنديق تبغى يهودي يطلع يهودي تبغى نصراني تبغى والله صحيح حملا تعطي الشبهة تقول رد على الشبهة يرد لا ترد واعطيني أدلة على هذه الشبهة يعطيك أدلة لأنه زنديق قال في قلبي شيء من القدر ها فحدثني بشيء لعل الله يذهب عني ذهب إلى من عندما جاءته الشبهة القدرية ها للعوام جوجل ذهب لابن عمر ثلاثة من الصحاب كلهم رضو الله عليهم كلامهم واحد ردوا بايش بالدليل لو أنفقت مثل أحد ذهبا ما قبلها الله منك مفهوم يا أخي مشكلتنا اليوم أنه الشبهة ايش تسوي تعرضها على صاحبك صح تعرضها على هذا المسكين ما يعرف كوع من بوعه ايه صدق ليش لا شبهة قفل عليه حط عليه بلوك اللي يرسلك شبهة وحدة اعرف أنه ذا إبليس يرسلك مفهوم ايه نعم لأنه شيطان الإنس أقوى من شيطان الجن بلوك وانتهى الموضوع فهمت هتقول أسمع الشبهة وكذا قفل لا عندنا فتاوي في الموقع هذا كل النصائح لك ولا عندنا فلسفة ولا عندنا شي ها كبار العلمة وبس تمام ايه مفهوم الشيخ ارجع للعالم فلو رجعت للعالم وأزال الشبهة بايش بالدليل تزول الشبهة بإذن الله مفهومي أخي لهذا كانت فتاوى شيخة الإسلام أخواني عقيدة الواسطية سؤال واحد احنا ندرسه في سنة العقيدة الواسطية سؤال سؤال للشيخة الإسلام وعقيدة والحموية والتدمرية كل أسأل ثلاث سنوات سنة ندرس الواسطية وسنة ندرس التدمرية فالمعهد الحرم مقرر سنوي وسطية ايه نعم سؤال فأرجع للعلماء لو رجعت للعالم وأزال عنك الشبهة ايش خلاص وزيلت الشبهة عنك الحمد لله المشكلة أن اليوم يترك الشبهة في قلبك خطأ أيضا لا تعال اسأل عالم ناصح يدلك يزيلها منك لا تبقيها عندك تبقى 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 تزيد ممكن ما تنقص مفهوم الشيخ أولا لا تسمع قفل باب الشبهة اثنين إذا وقعت اذهب لعالم العالم يزيل الشبهة بايش بالدليل تزال بإذن الله تعالى مفهوم نعم